تدهور متزايد في معظم جوانب حياة الأطفال في لبنان حيث تدمر أحلام ألاف الأطفال وتنتهك طفولتهم ويعود ذلك لعدة أسباب تدهور الوضع الراهن للأطفال في لبنان يعود إلى ثلاث أسباب رئيسية الأول هو الأزمة الاقتصادية اللي عم نشهدها منذ عام 2019 لهلأ الأزمة الثانية هي الأزمة السياسية اللي كمان عم نشهدها واللي عم بتحط على كاهل المواطنين أعباء نفسية واجتماعية كبيرة الأزمة الثالثة هي جائحة كورونا والهوني لازم نكون عم نذكر أن الدولة ما عندها سياسات استجابة للأزمات بشكل فعال بتخلي الأطفال يكونوا بالمرتب الأولى باستجابتها أظهرت دراسة أجرتها اليونسف أن 38% من الأسري تفيد عن معاناة أطفالها من القلق و24% من الأسري عن اكتئاب أطفالها بشكل يومي بالإضافة إلى 26% من الأسري التي تعاني عدم ذهاب أطفالها إلى المدرسة وارتفاع هذه النسب يعود للضائقة الاقتصادية التي يعاني منها الأهل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية اللي عم بيشهدها لبنان أكيد عندها تأثير مباشر على نفسية الأطفال لأنه كمان الولادي بيتأثروا بشكل مباشر بالضغوطات اللي عم بيعيشوا أهلهم فبالتالي بيطلقوا هالضغوطات وبيطلقوا هالإحباطات اللي عم تنعاش وبالتالي حتكون عم تترجم بكتير من المشاكل والإطرابات النفسية بالمستقبل إذا ما تم تدركها بالشكل الصحيح تدني التحصيل العلمي اللي بيؤدي لنقص المهارات المكتسبة عند الأشخاص وبالتالي لتدني النمو الاقتصادي وتطور البلد في المستقبل أكدت الاختصاصية في علم النفس والاجتماع لا نقص قص أنه يجب وجود حلول مستدامة تضع مصلحة الطفل في المرتبة الأولى لما نحكي عن حلول بدنا نكون عم نحكي عن حلول مستدامة ولازم الدولة تكون شريكة فيها بوضع سياسات اجتماعية واستجابة حقيقية واستجابة إلى آليات تنفيذ توضع الطفل بالمرتبة الأولى وبتوضع مصلحة الطفل الفضلة بالمرتبة الأولى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والصحي ونكون عم ناخد احتياجاته بعاني الاعتبار قبل ما نكون عم ننفذ أي سياسة على الأرض يجب أن تتوقف المعاناة اليومية للأطفال وضمان منحهم الفرصة للنمو والمساهمة بفعالية في تطوير المجتمع ترجمة نانسي قنقر